بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه حياكم الله وأهلا وسهلا بكم إخواني الطلاب وأخواتي الطالبات في التعليم المستمر للصف الثالث الابتدائي لمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أجدد بكم الترحيب مرة أخرى في هذا الدرس والذي سيكون بإذن الله تعالى استكمالا لتلاوة صورة الحق وذلك من الآية الثامنة والثلاثين وحتى الآية الثالثة والأربعين بإذن الله تعالى ولكن قبل أن نبدأ في تلاوة مقطعنا الجديد تعودنا إخواني وأخواتي أن نذكر أنفسنا بآداب تلاوة القرآن الكريم فمن آداب تلاوة القرآن أن يكون الإنسان على طهارة وعلى وضوء عند مسه لكتاب الله كذلك من الآداب الاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة وكذلك أن يسمي عند بدء الصورة كذلك من الآداب الترتيل وحسن القراءة كذلك من الآداب التدبر وفهم الآيات وهذه الآداب من الهدي النبوي الذي كان عليه رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه عند تلاوته للقرآن والآن إخواني وأخواتي سبق أن تلونا سويا آيات من هذه الصورة المباركة وهي صورة الحاقة وذلك من الآية الأولى وحتى الآية السابعة والثلاثين أريد منكم بارك الله فيكم أن تفتحوا المصحف على صورة الحاقة وأن تتابعوا معي أثناء القراءة حتى نستفيد جميعا بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حشوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابي إني ظنات أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهُ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذرعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون بارك الله فيكم إخواني وأخواتي وبعد أن استذكرنا وإياكم ما تلوناه سويا في هذه الصورة المباركة هيا بنا نستكمل تلاوة هذه الصورة من الآية الثامنة والثلاثين وحتى الآية الثالثة والأربعين بحول الله تعالى الآن سأتلو هذه الآيات وأنتم إخواني وأخواتي أريد منكم المتابعة معي أثناء التلاوة حتى تتلو وتقرؤوا هذه الآيات بالشكل الصحيح بإذن الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين بارك الله فيكم إخواني وأخواتي قبل أن نستمع إلى القارئ وهو يتلو هذه الآيات دعونا نعرج على أبرز الأحكام التجويدية التي جاءت في هذه الآيات من أبرز الأحكام التجويدية في قوله فلا أقسموا هنا مد ما نوع المد أحسنتم نعم مد منفصل لماذا لانفصال حرف المد عن الهمس فكلا منهما جاء في كلمة والمد المنفصل حكمه جواز المد بمقدار حركتين أو أربع إلى ست حركات أيضا من الأحكام في قوله سبحانه رسول كريم تنوين أتى بعده حرف الكاف والكاف حرف من حروف أحسنتم الإخفاء إذن هنا إخفاء للتنوين أيضا من أبرز الأحكام في قوله سبحانه شاعر قليلا هنا تنوين أتى بعده حرف القاف والقاف كذلك من حروف أحسنتم الإخفاء أما في قوله سبحانه قليلا ما تؤمنون تنوين أتى بعده حرف الميم وقد عرفنا أن الميم حرف من حروف أحسنتم الإدغام بغنة إذن هنا التنوين أو هنا إدغام بغنة بالنسبة للتنوين وتكرر هذا الحكم في قوله سبحانه قليلا ما تذكرون وكذلك في قوله تنزيل من رب العالمين أيضا من الأحكام في قوله سبحانه تنزيل نون ساكنة أتى بعدها حرف الزاء والزاء من حروف أحسنتم الإخفاء أما في قوله مر من رب العالمين نون ساكنة أتى بعدها حرف الراء فما هو الحكم هنا أحسنتم الحكم هنا إدغام بغير غنة مر من رب العالمين إدغام كاملا للنون في الراء لأنه إدغام بغير غنة الآن إخواني وأخواتي بعد أن استعرضنا أبرز الأحكام التجويدية دعونا الآن ننتقل إلى القارئ ونستمع إليه فاستمعوا إليه بارك الله فيكم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين بارك الله فيكم إخواني وأخواتي استمعنا سويا إلى القارئ واستفدنا من قراءته والآن دعونا نعود إلى الآيات وننتقل سويا إلى معاني الكلمات فقوله سبحانه فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون هنا أقسم الله سبحانه وتعالى بما تبصرون من المرئيات وما لا تبصرون مما غاب عنكم يقسم على أن هذا القرآن له قول رسول كريم فقال سبحانه إنه لقول رسول كريم أي إن هذا القرآن لكلام الله يتلوه رسول عظيم الشرف والفضل وأما قوله سبحانه ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون أي وليس بسجع كسجع الكهان قليلا ما يكون منكم تذكر وتأمل للفرق بينهما إذن إخواني وأخواتي بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا وبإذن الله نستكمل بقية هذه الصورة في درس قادم بحول الله عز وجل إلى ذلكم الحين نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته